المشاهدين خلينا نروح لموجز التساعة مع منا الشرقاوي تفضلي منك شكرا ليك جمانا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة بقصر الاتحادية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين كما شهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تشاور سياسي بين وزراتي خارجية البلدين ومذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي وأخرى في مجال الطاقة والموارد المتجددة كان الرئيسان عبدالفتاح السيسي وإسماعيل عمر جيلة قد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البندي تناولت تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات والتنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية وخلال الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى توجيهات رئيس السيسي الخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توفر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق والاطمئناني على تواجد أرصدات منها تكفي لفترات أطول وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 2147 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 374 479 حالة وتم تسجيل 2272 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحورته ووفاة 57 حالة جديدة كشفت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثيرات جائحة كورونا عن تعطل واتراب الخدمات الصحية الأساسية ومن بينها برامج تطعيم وعلاج أمراض مثل الإيدز في 290% من بين 129 دولة شملتها الدراسة وقالت المنظمة في بيان لها إن الدراسة أظهرت أن الخدمات تأثرت بشدة مع عدم حدوث تحسن أو حدوث تحسن طفيف لا يذكر في تلك الخدمات عن المسح السابق في أوائل 2021 وأكدت المنظمة تدهور مستوى الرعاية العاجلة التي تشمل خدمات الإسعاف وخدمات الطوارئ حيث سجلت 36% من البلدان اضطرابات في الخدمات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ألمانيا حليف يعتمد عليه بشكل كامل في ملف أوكرانيا وتعهد بايدن في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض بأن خط أنابيبي نورد تريم 2 سيغلق إذا هجمت روسيا أوكرانيا من جانبه أكد شولتس أن برلين وواشنطن متفقتين تماما على العقوبات الواجب فرضها على روسيا إذا هجمت أوكرانيا وصف الرئيس الروسيف لديمير بوتين محادثاته مع نظيره الفرنسي إيمانوال ماكران في الكراملين بأنها مفيدة وموضوعية وجادة وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع ماكران إن بعض أفكار ماكران يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات المشتركة وأضاف بوتين أنه سيعقد محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي بعد أن يجري ماكران محادثات مع القيادة الأوكرانية من جانبه قال ماكران إنه وجد خلال محادثاته مع الرئيس الروسي نقاط التقاء بشأن الأزمة الأوكرانية مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك بعض الخلافات أعلن البنك الدولي في تقرير له أن تلوث الهواء يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 141 مليار دولار سنويا وقال تقرير البنك الدولي إن تكلفة تلوث الهواء إضافة إلى تلوث البحار والسواحل تقدر بأكثر من 3% من إجمال النتج المحلي في بعض بلدان المنطقة مشيرا إلى أن مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة من بين أعلى المستويات في العالم ودعا البنك الدولي دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها أكثر خضرة نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بغدر فوسر ترجمة نانسي قنقر